اشتركوا في القناة يجمعهم قلت هذه القصيدة المتنبية في البداية وصفا لما يتعرض له المغاربة في السودان لأكثر من 200 مغربي محاصرين في السودان نتيجة الحرب بين جدي الفصائل في الجيش السوداني التي تريد الاستلاء على السلطة وهذه الفصائل تستعمل الشوارع والدبابات والطائرات والمغاربة محاصرين في الخرطوم ولا أحد يستجيب لنداءاتهم السيد ناصر بوريطا كما معروف عليه في الأزمات لا يتحرك ولا قلب له ولا إنسانية لأنه يتكرر لأنه يتكرر الآن سيناريو بداية جائحة كورونا لما تم إغلاق الحدود وخلوا المغاربة في دول العالم لأكثر من ثلاثة أشهر رغم المعانات والنداءات والوقفات الاحتجاجية الآن أغلبية الدول العالم تقوم بإجلاء الرعاية عن طريق خطوط جوية من الأردن المغرب وزارة الخارجية التي عندها الحقيبة المغاربة المقيمة بالخارج لم تتحرك ولم تصدر بيانا تطمئن فيه العائلات في المغرب فإلى متى سيناصر بوريطا ستستمر في هذه المعاملة التمييزية